انا عاوز من مشيخنا الفضلاء انهم لما يتكلموا في موضوع الزكاة يراعوا الواقع الواقع ان الناس بتكحة راب ان الناس تعبانين جدا ان الطبقة الوسطى شبه اختافت الفقراء في المجتمعات العالمية كلها مش في مصر بس انتشروا انتشار النار في الهاشيم انتهت خلاص يعني المجتمع كله بقى اصبح لازم يتكافل اجتماعيا لانه لا توجد حكومة في العالم حتقدر تغطي طلبات شعوبها الشعب هو اللي بيحمي الشعب الشعب هو اللي بيدافع عن الشعب الشعب هو اللي حاكل الشعب علشان كده مش عاوز الشيوخ تنفصل عن الشعب مش عاوز الشيوخ تنفصل عن الفقراء الفقراء دول محتاجين فتوى تناسب العصر مش تبعد الاغنياء عن الفقراء ازاي الكلام ده اقولك ازاي لما حضرتك واحد عنده مليون جنيه في البنك مليون جنيه افترضنا بياخد عليهم عشرة في المية مثلا بياخد مثلا عشرة تلاف جنيه مثلا يعني محدش يحسبني بالكالكوليتور بياخد عشرة تلاف جنيه في الشهر يعني في السنة بيطلع له حوالي مية وعشرين الف جنيه على المليون جنيه يبقى كل اخر سنة بقى معاه مليون ومية وعشرين الف جنيه خد بالك بنيجي نقول له ادفع زكاة على المبلغ كله ولا على الربح الحقيقة ماينفعش يتقول له يا شيخ طلع الزكاة على الربح ماينفعش ليه لانه لو كانت الزكاة بتطلع على المليون يعني صاحب المليون ده هيدفع كام كل سنة هيدفع كام كل سنة هيدفع خمسة وعشرين الف جنيه الفقير هياخد خمسة وعشرين الف جنيه لو حضرتك قلت له طلع عشرة في المية على الربح يبقى حيطل حضرتك كام العشرة في المية من الميت الف بقم كام عشر تلاف جنيه يبقى الفقير خسر كام خسر خمسةاشر الف جنيه في كل مليون هتقدر انت تتحملهم قدام ربنا يوم القيامة هتقدر تتحمل انك انت نقصت بالفتوى بتاعتك الفقير خمسةاشر الف جنيه خمسةاشر الف جنيه في كل مليون جنيه اتقوا الله في الفقراء ويحسبوا ذكاتكم على المال كله وما تقوليش اصل انا محتاجه محدش يا حبيبي معاه فلوس مش محتاجه اصل انا بصرف منه محدش يا حبيبي معاه فلوس ما بيصرفش منها اصل انا عندي مشروعات محدش يا حبيبي ما عندوش تموحات ومشروعات بالفلوس اللي عنده الفقير يتسوح علشان حضرتك بتراعي الغني وتخلي الزكاة تندفع على الربح وما تندفعش على أصل المال اتقوا الله يا مشايخ حرام عليكم الزكاة تدفع يا مولانا على الأصل زائد الربح إذا حال عليه الحول قولاً وحداً عشان ما نقرفش بعض وعشان ما قالاش قولاً وحداً عشان أنا بكرهها وما باعترفش بيها خلينا نعترف بالواقع بتاعنا الاعتراف بالواقع بتاعنا إن الفقير محتاج إلى نظرة موضوعية في فقه الزكاة